كيف أعرف أن أنا عندي مشكلة؟ وأقول لأ أنا لازم أروح لدكتور تغذية علاجية إمت؟ عملاً التغذية العلاجية يعني إيه؟ تغذية العلاجية يعني علاجه وبقايا يعني أنا ممكن يبقى عندي مشكلة أعالجها بالتغذية وممكن أن أقل نفسي أصلاً من أن يحصل لي المشكلة بعض المشاكل بتتشخص عملاً بالأعراض يعني يبقى عندي أعراض أشخصها أو أروح للدكتور لا يجب أن يطلب مني تحليل ممكن أن يشخص عن طريق الكشف وعن طريق التاريخ المرضي للعيان مثل ماذا مثلا؟ من الأشياء التي تتخيل أن لو عملت تحليل لها سيطلع لنتيجة يعني مثل نقص الماغنيسيوم ناس كثيرة جداً بيجي لهم أعراض ومشعرفين ده سببه إيه والتحليل بتاع الماغنيسيوم بقا؟ ليه؟ لأن الماغنيسيوم كمعدن موجود بالنسبة 98% جوه الخلايا فبالتالي أنا لو عملته تحليف الدم لازم يبقى عندي بقا نقص جديد وابتدلت الأعراض توصل لمرحلة إن أنا ممكن معاش عليها فبالتالي هو بيتشخص أكتر بالكشف بالكشف يعني من أعراضه الكرامبات ممكن حد يكون بيجي له كرامبات بالليل كتير تمام؟ عنده إرهاق أحساس بالإرهاق لو هو مريض ضغط بياخد ضغط وما عندهش استجابة الضغط ما بينزلش بيعاني دايما من ضربات قلبة مش منتظمة وسريعة فبالتالي ده من الحاجات اللي ممكن تتشخص بالهيستوري بتاعها والكشف يجي له عين أكشف عليه بدون مطلب تحليل تمام لازم ساعتها يبقى أنا كده لازم أروح أتوجه للدكتور تغذية علاجية توجيه للدكتور تغذية علاجية بعض الأعراض زي سقوط الشعر مثلا ممكن يكونوا نقص زنك وفي نفس الوقت أنا ما يفعش أخذ المعادن دي لوحدي لأنه ممكن مع فترة تعملي مشاكل أكتر من المشاكل الموجودة فلازم أخذه برضو بحذر جدا مثل الفوليك أسد مثلا في ناس بتاخده متصورة أن أنا ما باكلش فوليك أسد كتير فبالتالي أنا هاخده مثلا من الخضار والفكهة مش عارفة أكله فأخذه كأقراس وبالتالي إن أنا ممكن يحصل لي مشكلة أكبر لأنه في دراسات يتعامل على الفوليك أسد قالت لك إنه هو بيعمل نعمل على الكنسر لو أنا خدت بنفسي كتير كتير وفترات طويلة فلازم يبقى تحت الشرف تبيه طبعا طبعا